أهلا بكم لسه مكملين في متابعة كل جديد بيخص مبادرة أحلال السيارات القديمة وتبدلها بسيارات جديدة والجديد معنا النهاردة هو تصريحات وزير المالية على المبادرة واللي قال حاجات مهمة جدا وهتهم كل المشاركين في المبادرة وازاي هتتحسب فلوس التخريب خاصة بعد اهتمام الرئيس السيسي بالمبادرة والتسهيلات اللي وجه بيها للمواطنين وازاي هيتم التعامل مع البنوك تابعونا هنعرفكم كل جديد ما تنسوش طبعا لو أول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة أحلال السيارات القديمة وتبدلها بسيارات جديدة واللي وجه بمنح حافز مادي ملائم لماليك السيارات القديمة وإحلالها بأخرى جديدة تعمى بالوقود المزدود، البنزين، والغاز الطبيعي وقال بقى الدكتور محمد معيد وزير المالية بشأن المبادرة أن الدولة تتحمل ميزانية 7 و 1 من 10 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة قديمة واللي عد على توصنعها أكتر من 20 سنة فأكثر وده هيكون في محافظات المرحلة الأولى وهي القاهرة والجيزة والأليوبية والأسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وكمل دكتور معيد أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ماليكي من المستفيدين بالمبادرة 10% من 8 السيارة الجديدة بحد أقص 22 ألف جنيه وسيارة الأجرة 20% بحد أقص 45 ألف جنيه وسيارة الميكروباس 25% بحد أقص 65 ألف جنيه مع تحديد سعر فايدة متناقصة 3% والفترة السادات هتوصل ليه 10 سنين وأكد وزير المالية في أول تصرحاته الرسمية أن المبادرة دي هتساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين لأنها هتتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات اقتمانية غير مسبوقة وكمان فرصة لامتلاك سيارات جديدة بدل من سياراتهم القديمة المتهالكة واللي بتكلفهم كتير في التشغيل والصيانة كمان التوفير الاقتصادي اللي هيعود عليهم من خلال ترشيل استهلاك البنزين والعمل بالطاقة النظيفة وطمن وزير المالية المواطنين أن المبادرة هيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع وكمان تسهيل حركة المرور لأن مش هيكون في سيارات متهالكة معجودة بتتسبب أعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية وكمل الدكتور محمد معيد وزير المالية أن من ضمن فوايد المبادرة أنها تساهم في تنشيط صناعات السيارات خاصة الصناعات المغزية لها ولأنها بتشترط أن تكون السيارة مجمعة في مصر وأكد أن مصر بتصنع الكتير من مكونات السيارات دي وأنها أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغزية للسيارات في العالم زي الضفائر كهربائية وكمل وزير المالية أنه هيتم خلال فترة المقبلة إعلان المحافظات السابعة اللي هتبدأ بيها تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة مفروع البنوك المشاركة في المبادرة وأكد كمان أن الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية وكمان كل شركات السيارات المنتجة في مصر وحبي أن نفكركم اللي عايز تشترك في المبادرة في شروط محددة لازم هتتوفر في عربيتك القديمة علشان تستفاد من المبادرة وتاخد عربية جديدة بدلها بفوايد قليلة وبنسبة 3% فكل المواطنين اللي هتنطبك عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة هيمكنهم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص جو جرين ولسه الطلبات بتتم استقبالها على الموقع والحد دلوقتي ما فيش أي تعليمات صدرت من وزارة الصناعة تتعلق بوقف تلقي الطلبات الخاصة بالمرحلة الأولى واللي بتضم سبع محافظات اللي قلتهم في أول الفيديو وكل الشروط اللي بيتم الإعلان عنها في بداية المبادرة زي ما هي بدون أي تغيرات واللي بيكون أهمها أن تكون السيارة موديل 2001 فيما أقل وتكون مملوكة ملكية مباشرة للمستفيد برخص سيارية وميزدش عمر المتقدم عن 55 عام وحسب وزارة الصناعة والتجارة قالت كل اللي تقدمه وتنطبك عليهم الشروط هيحصلوا على سيارات جديدة والناس اللي اتقابلت هيتم إرسال رسالة ليهم علشان يكملوا بقى الإجراءات مع البنك وبالنسبة للشرط الخاص بعدم كبول السيارات اللي تم نقل ملكيتها بعد يوم 4 يناير اللي فات أي يوم انطلاق المبادرة لا يزال سياريا حتى الآن ما فيش أي تغيرات حصلت فيه وأي حد قام بشراء سيارة قديمة بعد هذا التاريخ لن يتمكن من الاشتراك في المبادرة وقدمت الحكومة لمواطنين تسهيلات كتير علشان تشجحهم على المشاركة في مبادرة إحلال السيارات القديمة والتحويل للعمل بالغاز الطبيعي ومن أبرز المزايا والتسهيلات اللي قدمتها الحكومة هي تسهيل إجراءات التسجيل ودعم الرغبين في الإحلال بحافز مالي بيصل لـ 50 ألف جنيه وإطلاق مبادرة قروض تحويل السيارات للوقود المزدوج بفائدة 3% وفترة سادات بتصل لـ 10 سنين ومن أهم شروط التمويل للسيارات الملاكي هي واحد قال لي كل سن المتقدم عن 21 سنة وما يزيدش عن 55 سنة اثنين أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سيارية تلاتة أن يتعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السادات وإثبات القدرة المالية للسادات أربعة فترة السادات بتصل لـ 120 شهر متضامنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور والمستندات المطلوبة هي واحد صورة بطاقة الرقم القامل للمستفيد والضامن اثنين تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن عقد إيجار أو تمنيك أو إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه ما ينرش عليهم أكثر من 3 شهور تلاتة رخصة سيارية للسيارة القديمة المتهالكة من مطلوب إحلالها وتجددها